أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم مؤتمر المناخ على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار بعد أن سخرت له الدولة ووزاراتها وأجهزتها جميع عناصر ومقاومات نجاحه وفقا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتابع دوريا تفاصيل الاستعدادات التي كانت تجرى على قدم وصاق لاستضافة هذا الحدث ولتكون شرم الشيخ في أبهى صورة أمام العالم بأسره وخلال ترأسه اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على متابعته للحكومة ولسيما الوزرات والجهة المعنية أولا بأول لتنظيم هذا المؤتمر وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى النجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعليات المؤتمر والتي تمثلت في توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهايدروجين الأخضر والطاقة النظيفة على وجه الخصوص مؤكدا أن مصر ستبدأ على الفور في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية باعتبارها دولة رائدة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية